بداية من بعد غدين الإربعاء ينطلق العمل بإجبارية الاستدهار بجواز التلقيح في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والفضاءات التي حددها المرسوم الرئاسي الصادر في 22 من شهر أكتوبر الفارت إلزامية فرض الاستدهار بالجواز إجراء يندرج تطبيقه في إطار مجمل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا وتكمن أهمية هذا الجواز في طابعه الوقائي إذ يساهم في حماية الناس من عودة انتشار الفيروس وفيما بدأ العد التنازلي لانتلاق العمل بهذا الإجراء يرتفع عدد الذين استكملوا التلقيح منذ انتلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ليتجاوز الخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعين شخصا وفق ما ذكرت وزارة الصحة في بلغها اليومي وأضافت الوزراء أنه قد تم بتاريخ أمس تطعم أربعين وأربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعين شخصا وفي سياق متصيل وصف سامي كمون منسق مسلك كوفيد بيسفاقس ورئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامع الهادي شاكر بيسفاقس وصف الوضعية الوبائية الراهنة بالمستقرة ولكنها ما تزال تتطلب الحذرة ومواصلة جهود التلقيح لمجابهة الموجة القادمة لمتحوير أميكرون متحوير يبدو أقل خطورة على مستوى الأعراض وفق الباحث بمركز البيوتكنولوجيا بيسفاقس ومنسق البحث الإلفي حول الكوفيد-19 والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة أحمد ربعي الذي قال إن هذا المتحور قد يكون مؤشرا على بداية نهاية الفيروس وإضعافه توقعات شاركه فيها خبراء في علم الفيروسات وعلم الوراثة وتحليل البيانات الذين ساهموا في دراسة على 34 عينة في متابعة للفيروس بيانت هذه الدراسة أنه باختلاف المتحورات تختلف الأعراض علما وأن متحور دلتا هو الطاغي حاليا في تونس في مستوى الإصابات